شركة جديدة باسم ناثنك فون مع السعر والمواصفات المسربة خليشوف قصة هذا الجهاز وهذه الشركة بعد الفاصل سلام عليكم تلا بركاته ومتابعين على قناة مختار تيك طبعا أكوفة قصة بدأت من 2020 تقريبا هو ظهور جهاز اسمه ناثنك فون وهذا الجهاز اللي سوى ضجة جدا شبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا على تويتر من مؤسس هذه الشركة وشنو هذه الشركة؟ مؤسس هذه الشركة هو كارب بي هذا الشخص هو كان أحد المؤسسين لشركة وان بلاس طلع من عندهم بسبب مشاكل معينة فحب أنه يتميز ببراند معين خاص بكصنع هاتف وأيضا مع بعض الأشخاص والأصدقاء اللي رح يشتغلون على مسألة جهاز جديد يدخل إلى الساحة بمواصفات غريبة نوعا ما المواصفات الغريبة اللي هي نتحدث عنها مع الصور والتسريبات وأيضا مخططات التصميم لهذا الجهاز أنه أول شيء مواد التصنيع أو خامات التصنيع هي تكون مواد معادة التصنيع مالته أو هذا الشيء بحجة الحفاظ على النظام البيئي وهذا الشيء أيضا مو جديد يعني شفنا شركات ثانية سوت هذه الفكرة أو هذه الخطوة باستخدام مواد قابلة أو معادة تصنيعها على أساس محافظة على البيئة لكن للأسف بعض الشركات نشوف أنه تستخدم هذه المواد بسعر عالي زيان هنا أنا أكون يعني تناقض بالموضوع المهم هنا كارل باي هذا كارل بي 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 معرف هو اسمه يعني صيني مهم هذا الشخص قال أنه إحنا رح نشتغل على هذه المواد وتصنيع جديد والجهاز من اسمه ناثنج فون فأنت تتوقع أنه مثلا بدون أزرار الصوت بدون منافذ الشحن بدون إلى آخره هذه الفكرة سابقا بعض الشركات أو وحدة من الشركات اللي سوتها اللي ذاقنا نتذكره كان جهاز زيرو لكن هنا طلع الموضوع مهيج هو مجرد أنه دي ينطي فكرة الترانسفيرنت من ناحية جهاز شفاف كامل لكن مثل ما نعرف أنه الأجهزة هواية من الشركات سوت هذه الفكرة بالغطاء الخلفي هو دي يقول لا أنه إحنا المخططات اللي ظهرناها والأمور اللي تتسويها الشركة حسب متابعتي لهذا الموضوع صار أكثر من فترة طويلة فلاحظ أنه يريد يحاول أنه ينطي لمسألة الترانسفيرنت عبارة عن فتشي مرئي أكثر يعني مثلا عدسات الكاميرا تكون ظاهرة أو شكلها ظاهريا مثل ما موجودة بالداخل كعدسات داخل بورد الجهاز أيضا ظهور مسألة المعالج ظهور مسألة الوائللس شارجينج القطعة الهاردوير كلها يريد يبرزها على الشكل أو على الغطاء الخلفي بعدين لاتضح بعدها أنه ظهرت صور لهذا الهاتف من خلال المنتمر MWC الأخير بالتعاون مع Qualcomm لأنه عند إطلاق واحدة من القطعة التي هي ليست قطعة تليفون أعلنت الشركة عن Airbus سماعة لاسلكية بحدود 100 دولار وتتميز بـ ANC أو عزل الضواء هذا النظام في MWC الصورة سربت أنه واقف وهي مدير شركة Qualcomm ويوجد جهاز بأيديه لكن ليس واضح هذه الصورة إذا نشوفها لتصميم الجهاز لكن لا نلاحظ أن الكاميرات صارتها مسح و هي الغطاء الخلفي فهذا الشي يوحي أنه هواية من الكونسبت اللي ظهر أيضا على اعتبار أنه ممكن يجي جهاز بمتعدد الكاميرات فشي مختلف لكن اللي اتضح أنه هي فقط ثلاث كاميرات ثلاث عدسات راح يتوفر هذا الجهاز مع شاشة كيرو الشاشة مع التسعين هيرز ومواصفاتها تحت الستة ونصف إنج مع جهاز مع بطارية 4800 أو 4500 ميلي آم شحن 80 واط وشحن الوايرلس أيضا موجود على هذا الجهاز فهذا الفكرة هي معاد تصنيعها ما كفت شي جديد صراحة ولكن الفكرة اللي يريد يضيفها مدير الشركة أنه راح نيجي نتعاملنا مع جوجل مع اندرويد خام مع لانشرت جدا بسيط وخفيف وسلس مع وجود الدارك مود وهذا الدارك مود راح ينطينا أنه تقليل من الإنميشن على الواجهة بحيث أنه الأمور التنقيطية اللي لاحظها باللانشر أو حتى الصور اللي سربت هي تشير إلى أنه النظام راح يكون سموث أكثر وأفضل باعتبار النظام خام وأيضا تقليل من البلوت وير أو التطبيقات المثبتة سابقا بنسبة 40% بما يضمنها أكيد خدمات أو تطبيقات جوجل بشكل عام فهذا الجهاز هو هذا فكرته يعني مجرد أنه لحد الآن موقفة شيء مميز لكن هذه التصاميم اللي ظهرت هي عبارة عن تسويق وترويد فانا حي الشركة أكيد كشركة جديدة اللي تنافس في عالم الاندرويد تحديدا لازم تسوي هذه الحركة فننتظر الشهر السابع اللي مفترض نشوفها يوم واحدة عشرين سبعة ونشوف هذا الناثنج فون هل يسوى سعره المتاح واللي سرب على أساس أنه خمسمائة يورو مع وجود معالد هواية شائعات تقول ممكن معالد سناب دراجون ثمانية أو البلاس مالتي أو ممكن سبعمائة ثمانية سبعين لكن هل باعتقادي شخصي ممكن رح ينزل مع معالج كوالكم الجيل السابع الجيل الأول من الفاتحة المتوسطة هذا كل ما موجود مع الناثنج فون ماكفل شي جديد وانش يشوفنا واستعرضنا كل هذه الأمور بنهاية اتركنا تعليقك أسفل الفيديو لاستشترك بالقناة وتفعل زر الجلس مزيد وجهات قادمة من مختارتك